السلام عليكم السلام مرحبا بك الأخت هلا وسهلا بك بيز تقصيك على أخر السؤال تفضلي نحن في الاستماع تفضلي جدي لا يحملها في وقت بكريش رقيقة الأرض على واحد وشيها كما نقولوا نحن هي بالتقصير نعم وجدي ما كاشلها للعمر الطالين ومات القطعة الأرض بناها جدي وقاع وشيها ما سجلوهاش في دار التراب هيا من بعدها كبروا خالياتي كبروا أخوالي وقاع كل واحد تزوج بقصي هذا الحوش بقصي الخالي عدنا ما يسبيس بلي هذا الحوش شاريها غيب التقصير فاتوا ها دكتور الأراضي قالوا الخالي شكرا سكيفيد الحوش قالوا أنا سكيفيد الحوش كي شغل استولى على هذا الحوش داروه على اسمه أهه وملا علم الوراثة نعم كيفاش قدر يدارو على اسمه في القانون يعني كيفاش قدر يتصرف هذا الشي خطر شا فاتوا هدوكتا على الإحصائات قالوا لا خطر شا الحوش ما عنداش كمان بلوحناية تيتر واضح سؤالك وصلوا باللحوش للوراثة واضح واشنو سؤالك الان وراح ضغية زعمه هي تبيعة وهي تقسم كما تبغي رامي ضغية تقصي ومن جيد الشرع واضح سؤالك شكرا لك تستمعين إلى الإجابة الشيخ فهم سؤالك شكرا لك بارك الله وفك شوف نقول هذا الملك هذا كملك الجد ومدى ملك الجد إذا توفي الجد أصبح هذا مقسما على الورثة على خالها وخالها الخلي وخالاتها لمنهم يماها مثلا هي حق الجميع هذا خالها اللي كان هو ساكن باقي ثم ما هو شوالي شلاه ولا بناه جاءوا هذه الإحصائيات دار اسمه طبعا بهمتها حفظ الملك وإلا الآن هذا إجراء قانوني بارك إجراء إداري في الوثائق بهمت هذه الملكية تعرفاني هذا أما حقيقة في القانون وفي الاسم رهن تاعوا لكن في الشرع يسالوا كل أخرين حتى ورهن اسمه بارك اللي موجود على هذا الحيز الجغرافي ولا هذا المبنى ولا هذا اسمه إذا تحيل القانون ما يقدش تحيل الشرع هذا موش تحيله على القانون هذا كتبه باعتبار هو ليهو ثم بارك ولو كانوا واحدة أخرين كان يتكتب اسمهم أيضا لكن هو شيء خرافض أنه هو يتصرف الآن في الوثائق آه أنا جايك لأنه كتب اسمه أصبح قانونيا تاع ملكه لكن شرعا شرعا هذا ليس ملكه ما هوش هو امتلكه مش هو اشتراه مش هو ما تحصل عليه بطريقة أخرى مستقلة هذا عن جده اللي كان يكون فيه قبله وبالتالي هو حق الجبيع يا بنادم حتى وكان يكون اسمك أنا أنا مش حبي يا أستاذ روان هو قال قال يا ربي حاجة هكا من الأسماء هي قالت بلي وزوجته هي مراه وكذا وكذا ما تذكروش هذه الأشياء الأخ اللي سأل قبيلة على المحامي وزوجته قال جابت محامي من منطقة معينة وسمها ما تسموش حتى تبقى الجواب العام لأن ذكاء أحرشتها وأحرشت سيده والمستمع المشاهد لا حاجة له في هذه الأسماء نجاوب فإذن شرعا ملكا هو للجميع خالاتها وخوالاتها وخوالها كلهم مش الخال لها باسمه وإن كمس بالقانون إجرائيا بها يحفظ الملك تعالى فامي الفلانية نعم نعم